موسيقى 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 السلام عليكم ازايكم بناتشي امارات عاملين ايه احنا اتكلمنا في حلقتين فاتوا عن حاجات تخص التكيفات الحلقة الاولى كانت توفير الكهرباء للتكيف والتانية كانت الاعتبارات اللي لازم نخدها قبل التركيب النهاردة الحلقة برضو تخص التكيفات وهي حلقة مهمة جدا وهي ازاي نحسب قدرة التكيف المطلوبة للمكان بتاعي قبل ما نبدأ في موضوع النهاردة عايز اقول لكم اني بدور لكم دايما على القنوات كويسة عشان تشتركوا فيها واتتابعوها النهاردة هقول لكم على القناة حلوة اوي وهي قناة دودي لايف ستايل القناة دي بتهتم بكل ما يخص البنت والمرأة تجميل وتجارب وريفيو المنتجات معينة ووصفات ووتينات عناية بنفسك وأعمال يدوية ونصايح وخبرات حياتية ومواضيع حوارية تهمنا كلنا وهدفها نشر كل ما هو مفيد عشان يخلي حياتنا ايجابية وكمان بتعمل فلوجز لاماكن معينة احنا عرضنا لكم صفحة اليوتيوب وصفحتها كمان على الفيسة وهسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف ياريت تتابعوا القناة وتشتركوا فيها زي ما اشتركتوا في بيتك معرنة وان شاء الله تستفيدوا منها كتير هنرجع بقى الموضوع النهاردة وهي ازاي نحسب قدرة التكييف المطلوبة للمكان بتاعي الحساب ده بيتم طبقا لمعادلة الرياضية هي الطول في العرض في الارتفاع في 300 وبقسم الناتج على 12000 التلتمية ديت هي واحدة تبريد التكييف للمتر المربع الواحد والاثناشر واحدة ديت بتساوي واحد حصان يبقى انا لازم احسب الاول الطول والعرض والارتفاع دول هم ابعاد المكان بتاعي يعني ابقى دي القوضة بتاعتي لازم احسبهم الاول وبعد كده اضربهم في 300 وبعد كده هقسم الناتج زي ما قلنا على 12000 طيب هناخد مثال توضيحي علشان نشوف الحاجات دي بتتحسب ازاي لو بصنا كده على المثال بتاعي بيقولي الطول بتاع القوضة 5 متر العرض 4 متر الارتفاع 3 متر يبقى احتياجنا للتكييف كم واحدة هنضربهم في بعض نضرب في 300 اللي هي وحدة تبريد المتر المربع هنلاقي الناتج 18000 وحدة ولو انا سكنة في دول بتحسب قدرة التكييف بالوحدات يبقى انا كده خلاص حسابة الوحدة بتاعتي لكن لو بنحسب بالحصان زي في مصر مثلا هنلاقي ان انا لازم اقسم 18000 وحدة على 12000 وحدة علشان هيطلع الناتج عندي كده واحد ومص حصان والحساب ده هيشتغل بس في درجة حرارة 50 بحد اقصى يعني لو درجة الحرارة اعلى من كده هبقى انا محتاجة قدرة التكييف اكتر من كده طيب في شوية ملاحظات عليزين نشوفها مع بعض اول حاجة هي ارتفاع الثقف لو الثقف عندك اعلى من 3 متر يبقى انا لازم ازود قدرة التكييف دي اول حاجة تاني حاجة لو ضوء الشمس لو انا المكان اللي فيه تكييف معرض بصفة مستديمة للشمس طول النهار يبقى لازم ازود قدرة التكييف بنسبة 10% تالت حاجة المطبخ لو حب اتركيب تكييف في المطبخ يبقى لازم تزودي قدرة التكييف بتاعك مصر حصان كمان طيب السؤال بقى دلوقتي انا بحسب الحاجات دي كلها ليه؟ يعني لو كان التكييف قدرته اقل من المطلوب هيحصل ايه؟ اولا مش هيقدر يسقع المكان ويوصل لدرجة الحرارة المطلوبة وهتلاقي القوضة والمكان اللي انت فيه مصه سائع ومصه سخن ثانيا طبعا التكييف هشتغل فترة طويلة علشان يقدر ان هو يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة وبالتالي ده هيخلي عمره الافتراضي هيقل ثالثا هتكون اعطاله كتيرة وهتحتاج للصيانة كل شوية وكده حلقتنا خلصت يا رب اكون افدتكم ولو الفيديو عجبكم اعملونا لايك والشير للفيديو علشان الكل يستفيد واشتركوا في القناة بتاعتنا علشان يوصلوكم كل جديد وكبان ادخلوا على صفحيتنا في الفيسبوك بيتك معرنة واللينك بتاعنا هيكون في صندوق الوصف هتلاو عليها منشورات حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم وتستفيدوا منها جيت معاكم رانة وقناة بيتك معرنة ومعرنة حياتك احلى موسيقى